تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة وشؤون البلديات والتخطيط العمراني جاهدا على إيجاد حلول جذرية لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن قرب محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي من المناطق السكنية المطلة على الخليج جاء ذلك في رد الوزارة على الاقتراح برغبة بشأن خليج توبلي الذي يواجه مشاكل بيئية متعددة في السنوات القليلة الماضية حسب رأي الوزارة يأتي في مقدمتها أداء محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تستقبل تدفقات أكبر من طاقتها نتيجة لزيادة عدد السكان والتطور السريع في التنمية حيث تصل التدفقات في الوقت الحاضر إلى ما يزيد على 300 ألف متر مكعب يوميا بينما الطاقة التصميمية لهذه المحطة هي 200 ألف متر مكعب يوميا بالإضافة إلى مصانع غسيل الرمال ومصانع البناء والتعديات الأخرى أمام هذا الواقع شرعت الوزارة في تنفيذ بعض المشاريع العاجلة لتحسين أداء المحطة ساهمت في تحسين الواقع البيئي لخليج توبلي ومن أهمها تطوير محطة استقبال الصهاريج في مركز توبلي تحسين كفاءة وحدات السيطرة على مشكلة طفو الحمأة مشروع تحسين كفاءة وأداء مرافق المعالجة في محطة توبلي وأخيرا تشغيل محطة المحرق للصرف الصحي وأوضحت الوزارة أن الحل الجذري لمعالجة هذه المشكلة يتمثل في تنفيذ مشروع توسعة محطة توبلي والذي يتم الإعداد له حاليا من خلال برنامج الدعم الخليجي والتي من المتوقع إنجازها مع نهاية العام 2018 لمعالجة 200 ألف متر مكعب إضافية من المياه الداخلة إلى محطة توبلي لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 400 ألف متر مكعب في اليوم الأمر الذي سيسهم بشكل جذري في تحسين الوضع البيئي في خليج توبلي في الحالات الاعتيادية وتأمل الوزارة إلى الانتقال للمشروع الواعد في تنظيف خليج توبلي والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال وقد قامت الوزارة بناء على توجيهات اللجنة الوزارية للبنية التحتية والإعمار باتخاذ الخطوات اللازمة بتشكيل لجنة برئاستها للإعداد والترتيب لمشروع تنظيف وإعادة تأهيل خليج توبلي وتنظيف المواقع المتأثرة في الخليج من التلوث البيئي ترجمة نانسي قنقر